أما عن الإفرازات التي تخرج من المرأة إفرازات ليست بمذي وليست بمني ولا تخرج عند شاوة وليست ببول إنما هي أشباب الرشح الذي يخرج من جدار الرحم هذه الإفرازات والتي يكثر خروجها من النسوة الحوامل خاصة العلماء لهم فيها قولان أختاروا القول القائل بأنها طاهرة وأنها لا تنقض الوضوء أما القول الذي فيه إن كلما خرج من السبيلين ناقض للوضوء فليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو أمر أغلبي ومسألة الإفرازات تنازع العلماء الأولون في شأنها ولم يرد دليل على نجاستها مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه والذمة بريئة لا أرى أنها تنقض الوضوء والله أعلم ترجمة نانسي قنقر